هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 طبعا في هذا المقطع ما رح تطلع منه إلا رح يكون معاك مجموعة من الأشياء النادرة ومجموعة من الأسلحة النادرة والمخفية في لعبة Red Dead Redemption 2 على سبيل المثال رح ناخذ الهو ريفولفر جديد مخفي وإيضا رح ناخذ الهو فاس جديد فاسين تقريبا رح ناخذ سكين ورح ناخذ طاقية يعني مجموعة من الأشياء النادرة ما رح تطلع من هذا المقطع إلا وهي معاك أول سلاح رح نجيبه اللي هو Double Action Revolver أو الفرد الجديد النادر طبعا عشان تأخذ هذا الفرد لازم تعدي مهمة من مهمات شون اللي تجيك في Chapter 3 أو الفصل الثالث من لعبة Red Dead Redemption 2 المهمة رح تكون من شون رح تلعب المهمة مع شون وراح تحصل Double Action Revolver في هذه المهمة ملخص الحوار اللي دار بين أرثر مورغن وتشون إنه شون حصل مجموعة من العصابات أو مجموعة من الأشخاص اللي توهم سرقوا قطار يعني رح يكون عندهم مجموعة كبيرة من الغنايم وراح يكون عندهم مجموعة من الأسلحة فاقترع عليك شون إنك يعني ترافقوا إنك تروحوا لهذه العصابة وتأخذوا غنايمهم وكالعادة أرثر مورغن يحب المشاكل في قبلها على طول طبعا أترككم مع المهمة عشان تستمتعون أبيها لأنها مهمة صراحة جدا ممتعة اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن طبعا لما تقتل الإصابة كاملة هذا رح يقبل عشاء ويقول لك إنه الفلوس موجدا في المكان المعين لكن هنا ما علينا تعال هنا وراح تحصل سلاح الدبل أكشن ريفولفر تحت السرير في كيس أو صندوق كل اللي عليك إنك تطلع على الصندوق وتأخذ هذا السلاح الرهيب جدا وأيضا عشان تكمل المهمة لازم تأخذ الفلوس ترى مبلغ جيد صراحة على مهمة جدا جدا سهلة يعني رح تطلع من هذه المهمة بمبلغ جيد من الفلوس وأيضا رح تأخذ هو الدبل أكشن ريفولفر ريفولفر بالنسبة للأشخاص اللي ما وصلوا للشابتر ثري لكن يبغون هذا السلاح اللي هو الدبل أكشن ريفولفر ترى تقدر تجيبه رح تحصلوا في هذا البيت تقريبا زي ما تشوفون في الجيم بلاي شوية بعيد من الفلنتاين لكن صراحة السلاح يستاهل بالنسبة للسلاح المخفي النادر الثاني رح يكون عبارة عن فاس بشكلين رح يكون في هذه المنطقة تحديدا بالقرب من محطة اللي هو الوليس ستيشن وذا كنت بتعرف مكانه بالنسبة لمدينة الفلنتاين هنا رح تكون مدينة الفلنتاين وهو رح يكون هنا تقريبا طبعا لما توصل للمكان رح يكون شكله بهذا الشكل كل اللي عليك انك تتوجه لهذه المنطقة ورح تحصل هذا الفاس الأسطوري جدا وأحلى ما شيء أحلى شيء انه يعني بلاش زي ما قلنا سابقا وفي مقاطع سابقة أي شيء بلاش حلو رح تاخذ هذا الفاس ورح يكون صراحة مظهر جدا جدا فخم ويعني لما ترمي على أي عدو ترى من رمية وحدة على طول وفا ويموت ورح يكون هذا هو السلاح الثاني يلا ننتقل للسلاح الثالث بالنسبة لمكان السلاح الثالث رح يكون هنا تقريبا زي ما تشوفون في الجيم بلاي توضيح أكثر هنا مدينة الفالنتاين هنا الوالس ستيشن والمكان حقنا رح يكون بالضبط هنا رح نحصل سكين نادر وطاقية المنقبين عن الذهب نادرة جدا وجدا رهيبة وفيها تفاصيل جدا حلوة طبعا لما توصل للمكان رح تحصل والله أنه المكان عبارة يعني زي النفق أو المكان اللي تخشه تحت الجبل والناس هناك يعني ينقبون عن الذهب لكن لما توصل للنهاية رح تلاحظ والله أنه مكان مسدود بالحجارة إيش يسوي رح ترجع لبداية النفق رح تحصل زي المكبس حقه الديناميت أو الديناميت رح تضغط عليه مربع بكل بساطة رح يستخدمه وراح يفجر السد الموجود تحت رح ينفك معاك طريق كل اللي عليك أنك تمشي في هذا الطريق لحد ما توصل للنهاية لما توصل للنهاية رح تحصل والله شخص مطعون وهذا الشخص المطعون اللابس طاقية المنقبين عن الذهب اللي نبغاها وأيضا رح تحصل جنبه قطعة ذهبية صغيرة تنبع تقريبا بثلاثين دولار إذا بعتها عند الفنس أو الفنسر زي ما تشوفون هذا الرجل مطعون بالسكينة النادرة اللي رح نشيلها وأيضا رح يكون في قطعة ذهبية جنب يده اليمين وأيضا رح نحصل هذه الطاقية الحلوة طبعا أحلم في هذه الطاقية إنها في الظلام تنور يعني تلبسها وتخش يعني كهوف مظلمة إلى آخره رح ينفع معاك وراح يشتغل معاك بدون يعني إنك تاخذ الفانوس أو الكشاف فشي جدا جدا حلو شيئين تحصلهم بسهولة جدا وقطعة ذهب زيادة عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بالنسبة للسلاح الرابع رح يكون أيضا اللي هو سكين نادر لكن هذا السكين صراحة قصته يعني حزينة رح يكون في هذا المكان زي ما تشفون في القيبلي وبالنسبة إذا كنت بتعرف وينه بالنسبة لمدينة الفالنتاين رح تكون مدينة الوالفالنتاين هنا والوالس ستيشن هنا والمكان حقنا رح يكون تقريبا هنا طبعا لما توصل للمكان رح أحكي لكم قصة قصة هذا الشخص أو الصاعد المسكين هذا زي ما تشوفون رح تحصل والله موجود هنتر أو صاعد أو صياد والدب تقريبا يعني فنش ودمر وتدمير ويعني لو تركزون أكثر رح تلاحظون إنه وجه ملخبط من كركب يده صارت خشم وخشم وصار عين يعني يده بدمر وتدمير ولكن في النهاية هذا الصياد قدر إنه يقتلوا بالسكين هذا فشي حلو إننا نأخذ سكين هذا الصياد المسكين بالنسبة للسلاح الخامس والسلاح الأخير اللي رح نجيبه رح يكون صراحة سلاح فخم وفاس جدا فخم وتصميم وجدا رهيب ورح يكون هنا زي ما تشفون في القيم بلاي هنا مدينة الفالنتاين هو رح يكون هنا جنب هو الويدو روك الظاهر إنه ما هو بعيد مرة يعني تقدر تجيبه لما توصل للمنطقة رح تيجي عند هذا المكان تقريبا رح تلاحظ والله إنه الفاس محطوط على هذه أو جدعة الشجرة هذه رح تاخذ وشوفوا قد إيش شكله صراحة فخم واحد من أفضل الفؤوس في لعبة Red Dead Redemption 2 يعني تصميمه رهيب وأحلى ما فيه إنك يعني تقدر تستخدمه في الحروب وترميه ولما ترميه يزيد معاك الهيلث وأيضا لو كنت يعني مهتم البيت اللي جنبه الفاس رح يكون فيه لوت جيد ومجموعة من الأغراض الرهيبة ورح تحصل أيضا قطع من الذهب طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام